لم يعد الأمر يقتصر على تقاعص الحكومة في معالجة مشاكل الناس والتخفيف من معاناتهم بل يتعداه إلى عجزها بشكل تام عن كبح جموح وزرائها فضيحة جديدة لوزير الطاقة جبران باسيل أو بالأصح وزير العطمي والتعطيم اللي ما بيبرع غير بالابتزاز على حساب ألام الناس معانات المواطنين المعترين اللي الكهرباء ما بتوصلن إلا بحدود أربع ساعات على أربع وعشرين ساعة هذي إذا وصلت هذا الابتزاز اللي عم بيمارسوا على قاعدة إما تعطوني اللي بدي إياه من مال يعني عكس ما إيجاب القانون اللي أقاره مجلس النواب رقم 181 تاريخ 5 عشرة 2011 اللي بيقول إنه المال مفروض ينجابه من نص ندق هو بيقول ياب تعطوني إياهن من الخزينة مباشرة بدون حساب بدون رقابة أو تفضلوا حتحملوا العطمي فضيحة جديدة هي اللي اداولت وسائل الإعلام عن توزيع كمية كبيرة من المزود الأحمر عدد الشركات اللي هي مسجلة حالياً بوزارة الطاقة بتوزع وقود هي 161 شركة عم نسمع بأنه في ربع هذا العدد هي شركات فعلية إلى واقع على الأرض بينما الباقي هي شركات وهمية كيف لما كنا عم نسأل إنه ليش ما عم بتعطوه هالمواطن المزود من المال اللي هو خصصته الحكومة لأله هذا المال اللي هو أحق فيه هذا المواطن إنه ليش ما عم بتعطوه هالمواطن كان الرد بأنه ما في مال بكفة لا يتبين بعد أنه لا في مال كفة ووفر وردنا نرده للخزين وطبعاً أنا بتخديري إنه من قال هذا الحديث إلا لما نشاف وكشف عن هذه الفضائح وهذه الفضائح اللي عم بتصير بعملية المنشآت واللي عم بتصير بعملية توزيع المزود هذا الأمر خليني أتقدم اليوم للنياب العامي بدوين المحاسبة بشكوى بإسمي طلبت فيها التحقيق حول ما تنقلته وسائل الإعلام عن توزيع كميات كبيرة من المزود المدعوم في اليوم الأخير من الشهر المخصص للدعم ومأساة أخرى لم تنتهي فصولاً بعد هي قضية المعتقلين والمفقودين في السجون السورية التي شكلت موضوع سؤال وجها إلى الحكومة وتحديداً إلى وزير العدل حول الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه المسألة التي لازالت تراوح مكانها إن سكوت الحكومة اللبنانية الحليفة للنظام السوري عن وجود معتقلين وموقفين في السجون السورية لم يعد مقبولاً بعد مرور كل هذا الوقت لماذا لا تقدم الحكومة على المبادرة لطرح القضية على الأمين العام للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان وصولاً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى إنهاء القضية وإصالها إلى الخواتيم الإيجابية مع أسئلة كيروز حملت هذه القضية أبعاداً عربية دولية ما يجعلها ترتدي طابعاً طارئاً على كل المعنيين وضع حد لمعاناة الأهل الذين يملكون على الأقل حكم عرفة مصير ذويهم